اول سؤال عندنا النهاردة السؤال بيقول السلام عليكم ممكن اسأل حضرتك هل الزوجة لو اتطلقت وتنزلت عن المؤخر والنفقة بس عشان يطلق يعني اصدقائي عشان جوزة يطلق لكن هي مش مسامحة حلال ولا حرام السؤال كله بصفة الغيب ايه طيب لانها خايفة من ان هي تكون بتعمل حاجة حرامة ايه بتقول ايه لو ان هي وجوزة بتجوزها اتطلقت على الابراء يعني ايه اللي حاصل راحت متنزل عن كل حقوقها و ايه اللي حاصل و اتطلقت على الابراء لازم نفرق ما بين حاجتين ان اتطلق على الابراء ده شيء جائز شرعا يعني ايه ما يجيش حد يقول ان اتطلق على الابراء ده يخلي الشخص اللي خاد المال ده حرام بس تعالوا بقى ان نقول حاجة قبلها ايه الحاجة اللي قبلها لكن الازى اللي ممكن يكون عمله الرجل لغاية ما ازى الست عشان تطلق و ضررها و ظلمها لو ان هو ظلمها فالظلم ده ظلماته يوم القيامة يعني ايه اللي حاصل اهنها و ضربها و ازاها و وجعها و عمل كل حاجة تخليها هي حاسة ان هي ضاعت و مفيش اي حاجة تاني و حاسة ان حياتها انتهت بس هي عشان تقدر تأخذ الباقي من حياتها راحت ماذا طلقته على الابراء اللي حصل بقى ان الطلاق اللي على الابراء ده صحيح او صحيح بس اللي عمله من ظلمه ليها ايه اللي حاصل حرام عليه و ده ظلمات يوم القيامة ازاي يا ما اولانا بتقول ان اللي عمله ده حرام لما ضررها و لما ازاها و لما اهانها و لما كسرها ازاي بتقول ان ده حرام و بعدين تجي تقول اه لان هي لما ابرأته ابرأته برضاها يعني لما اسقاطت حقها اسقاطت ذلك الحق برضاها ما كانتش مكرهة امتى بقى يبقى الحاجة دي مش صحيحة لو انها اكرهت على ده حط سكين على رقبتها مسدس في دماغها و قال لها طلقيني على الابراء و ايه لها موتك او هأزيلك حد من اهلك او اقتل عين من عيالك لو ما كانتش منه انا شايف ناس والعزب الله قليلة الضمير ممكن يقول لها في ابنها هي لو ده بقى لو ان هي حصل اكراه الاكراه يمنع من الرضا الاكراه مانع من موانع الرضا والحاجات دي التنازلات دي لازم تكون على الرضا اما و ان هي تنازلت برضاها فيكون خلاص المال اللي هو ياخده حلال بس الازل اللي اذاهلها حرام الازل اللي اذاهلها حرام فانا موافق ان انت ما تسمحيش ان انت من حقك ان انت ما تسمحيش في الظلم اللي انت تظلمتيه لكن المال ان انت برضاكي وباختيارك ايه اللي حاصل اشتريتي اشتريتي خروجك من هذا الظلم ومن هذا القلم فدوة هيخلي ليه طيب لان احنا لو قلنا ان الطلاق اللي حصل ده ان المال اللي راح له ده ما يستحقوش والطلاق ده مش صحيح طيب ايه اللي حاصل ما يبقى كله مش صحيح ويبقى الطلاق ده ما وقعش لكن اما وانك انت تنازلت عن حقك برضاكي فالطلاق ده صحيح وخاصة ان المأزون لازم يسأل يسألك ان انت اتوافقي على كذا 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 فبتقوله له نعم ولازم يتأكد ان ده ما حصلش تحت اكراه فاذا كان ده حصل مش تحت اكراه يبقى ده حصل صحيح يبقى انت في مسألة المال اللي واخده ده هو ده مال حلال ولا لا هو عمل انت تنازلت طواعية انما الظلم اللي ظلمهورك اللي يخلاكي تشتري نفسك من الازى ومن الوجع ده كان حرام وكان ظلم وده كان من اعظم الظلم والعاذ بالله يعني من اكبر الكبار اشتركوا في القناة